القرد الشخصي لأصحاب المعاشات في أربع بنوك يصل لمليون جنيه وستدات حتى عشر سنين أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى أصلكم كل جديد ولا تنسى أدعم المقطع بلايك القرد الشخصي لأصحاب المعاشات في أربع بنوك ويصل لمليون جنيه وستدات حتى عشرة سنوات تقدم البنوك العاملة في السوق المصرية العديد من برامج التمويل الشخصية لتلبية احتياجات فئات المجتمع كافة من بينها القرد الشخصي لأصحاب المعاشات بقيم التمويل تصل لمليون جنيه وفترات سدات تصل إلى عشرة سنين يتطلب الحصول على قرد أصحاب المعاشات بعض الشروط والمستندات تتمثل في بطاقة رقم قومي تكون سريع إيصال مرافق حديث لم يمضى عليه ثلاث شهور بيان بالمعاش أو تحويل المعاش للبنك البنك الأول وهو البنك الأهلي المصري يقدم البنك الأهلي المصري القرد الشخصي لأصحاب المعاشات بضمان تحويل المعاش أو الجسط بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه وفضر السدات تصل إلى عشر سنين تفاصيل القرد الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي مبلغ القرد يصل إلى 500 ألف جني الفايدة 14.5% فايدة متنقصة الضمانات بتحويل المعاش مدة القرد تصل إلى 10 سنين تأمين على الحياة والعجز الكل مجانا بدون ضامن وبدون مصاريف استعلام انتمائي وبدون مصاريف إدارية ولفترة محدودة شروط الحصول على القرد ما يزدش عمر المقترض عن 65 سنة في نهاية التمويل وتعاخد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل البنك الثاني بنك مصر يقدم بنك مصر القرد الشخصي لأصحاب المعاشات بضمان تحويل المرتب بقيمة تصل إلى 500 ألف جني تفاصيل القرد الشخصي من بنك مصر قيمة القرد بتوصل إلى 500 ألف جني الفايدة 15.5% متنقصة و8.8 سبتة نوع الفايدة متنقصة الضمانات تحويل المرتب المدة بتصل إلى 8 سنين أقل مصاريف إدارية ووثيقة تأمين مجانية على الحياة لا يشترط وجود ضامن للعميل إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى وحفاء من مصاريف فتح الحساب شروط الحصول على القرد الحد الأدنى للمرتب 500 جني بيان بالمستفيد من المعاش تعاهد بتحويل المعاش البنك الثالث بنك التعمير والإسكان يقدم بنك التعمير والإسكان التمويل الشخصي لأصحاب المعاشات ويمنح التمويل لأي أغراض شخصية بقيمة تصل إلى مليون جني وفتر السداد تصل إلى 10 سنين بأبسط وأسهل الإجراءات تفاصيل القرد الشخصي لأصحاب المعاشات من التعمير والإسكان قيمة القرد من 3000 جني وبيصل إلى مليون جني مرونة في فترة السداد تبدأ من 6 شهور وحتى 10 سنوات يتم تمويل صاحب المعاش أو المستفيد من المعاش سعر عائد تنافسي يبدأ من 15.5% فايدة متنقصة سنوية تأمين على الحياة مجانا حتى انتهاء مدة القرد الشروط والعملات إن السن ما يزيدش عن 65 سنة في نهاية مدة التمويل والحد الأدنى للمعاش بيبقى 1200 جني وضمان تحويل المعاش للبنك ونسبة الاستقطاع من البنك بتبقى 50% والمصاريف الإدارية 2% من قيمة القرد وغرامة التأخير بتبقى 2% البنك الرابع وهو بنك القاهرة يقدم بنك القاهرة القرد الشخصي لأصحاب المعاشات بقيمة تصل إلى 200 ألف جني وفترة السداد بتوصل إلى 7 سنين تفاصيل قرد أصحاب المعاشات من بنك القاهرة الحد الأدنى لقيمة القرد 3000 جني والحد الأقصى لقيمة القرد 200 ألف جني مدة القرد من 6 شهور إلى 7 سنين معدل الفايدة 16.5% فايدة متنقصة الشروط الشروط الحصول على القرد من بنك القاهرة الحد الأدنى لقيمة المعاش 1500 جني والحد الأدنى لعمر المقترد 21 سنة والحد الأقصى لعمر المقترد 65 سنة في نهاية القرد كمان معنا كروض السيارة الجديدة في 6 بنوك وبتوصل لغاية 2 مليون جني وبدون مجدم ومفهاش حظر بيها أول حاجة بنك القاهرة قيمة القرد في بنك القاهرة بتبدأ من 15 ألف جني وبتوصل لغاية 2 مليون جني وفقا لبرنامج القرد الممنوح دفعة مقدمة تتراوح من 0% لـ 70% وفقا لبرنامج القرد الممنوح مدة القرد الحد الأقصى لمدة القرد بتبقى من سنة لغاية 7 سنين أنواع السيارات كل أنواع السيارات معدق السيارات الصيني الحد الأقصى لمدة القرد 5 سنين سعر الفايدة من 14.5% لـ 20% وفقا للبرنامج الممنوح الشروط المطلوبة السن ما يجلش عن 21 سنة وما يزيدش عن 65 سنة في نهاية مدة القرد الحد الأدنى للدخل يتراوح من 2000 جنيه حتى 30 ألف جنيه على حسب فئة العميل مدة عمل سنة كحد أدنى للموظفين وسنتين لأصحاب المهن الحر المقدم بيبدأ من 0% البنك الأهلي المصري قيمة القرد في البنك الأهلي المصري بتبدأ من 20 ألف جنيه لمليون جنيه تمويل بيوصل 100% من سعر السيارة فترات سداد مختلفة من سنة وبتوصل ل7 سنين للموظفين و5 سنين لأصحاب المهن الحر الفايدة بتبدأ من 17% متنقصة حسب نوع الضمانات المتاح وبدون ضمن الشروط إن يكون الحد الأدنى لصاف الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه وما يجلش عمر المقترد عن 21 سنة وما يزيدش عن 60 سنة في نهاية القرد للموظفين وما يجلش عمر المقترد عن 25 سنة وما يزيدش عن 65 سنة في نهاية القرد لأصحاب المهن الحر البنك الأهلي الكويتي مصر قيمة القرد بتوصل فيه ل500 ألف جنيه وتأمين عن حياة طوال فترة التمويل مدة القرد بتوصل لغاية 7 سنين سعر عائد فايدة متناقص بيبدأ من 14.5% سنوي سهولة السداد عبر فروع البنوك المنتشرة في المحافظات الشروط إن يكون عمر العميل من 21 سنة ل65 سنة في نهاية مدة القرد والحد الأدنى للدخل بيبقى 3000 جنيه قيمة التمويل من البنك التاني بتوصل 30 ألف جنيه ل500 ألف جنيه وهو بنك السابق وتصل ل700 ألف جنيه عند التحويل للمرتب أو الأسط مدة التمويل بتبقى من 12 شهر وبتوصل لغاية 72 شهر ويمكن زيادة المدة إلى 84 شهر مع زيادة سعر العائد المدين الدفع المقدمة 0% التمويل بيبقى على السيارات بيزباد دخل وبدون حظر وبدون تأمين الشروط ما يجلش السن عن 21 سنة وما يزيدش عن 60 سنة للموظفين وما يجلش السن وما يزيدش عن 65 سنة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة الدخل الشهري ما يجلش عن 1500 جنيه للموظفين 100% من الأرباح بشرط أن تكون مثبتة وما يجلش الدخل عن 10,000 جنيه لأصحاب المهن الحرة وما تجلش مدة عمل المقترض من 3 شهور للموظفين وسنتين لأصحاب المهن الحرة البنك اللي بعد كده هو بنك عودة بنك عودة التمويل بيصل فيه إلى 100% من قيمة السيار وكمان إمكانية التمويل بدون حظر بيع أو تأمين والحد الأدنى لقيمة الكرد بيوصل لغاية مليون ومية وعشرين ألف جنيه الفايدة بتوصل لغاية 9.5% فايدة سفتة فضرة السداد خمس سنين فضرة السداد بتوصل إلى خمسة سنوات زي ما قلنا وبرنامج التمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الشروط الحد الأدنى للدخل الشهري خمس تلاف جنيه والسن ما يجلش عن واحد وعشرين سنة وما يزيدش عن ستين سنة عند نهاية مدة الكرد البنك اللي بعد كده وهو بنك الاستثمار العربي كيمة الكرد في بنك الاستثمار العربي بتوصل إلى سبعمية وخمسين ألف جنيه فترة السداد بتوصل إلى عشر سنين والفايدة خمستاشر ونصف في المية في حال السداد خلال خمس سنين وتصل لستاشر في المية متنقصة في حال السداد على عشر سنين بضمان تحويل المرتب الشروط سن المقترد يكون واحد وعشرين سنة لغاية ستين سنة ومدة العمل ثلاث شهور والحد الأدنى للمرتب ألفين وخمسمائة جنيه ومقدم سفر في المية كده احنا قلنا قردين في الفيديو ده كروض لأصحاب المعاشات لو هتسحب فلوس وكروض للسيارات الجديدة من ست بنوك بتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد وياريت تدعموا المقطع بلايك